بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء سعيد للجميع إن شاء الله أرحب بكم أجمل ترحيب لأنضمامكم إلى محاضرات إعداد دورة مدربي السوربان رقم 27 طبعاً إحنا بالبداية ما ريد أي واحد يفتح فيديو المهم أنت تشاهدني وتشاهد شاشة إن شاء الله اللي راح أشرح بها أثناء المحاضرة غير مطلوب منكم حقيقة فتح الفيديو فقط حتى تتمكنون من سماعي لازم أنت تفعل زر الصوت حالياً يعني أنا متأكد حالياً أنتم تسمعوني بالنسبة إن شاء الله نكون وياكم خلال هذه الفترة القادمة دائماً المحاضرات راح تكون أنا ديز الروابط بالمحاضرة صباحاً حتى تتمكنون إن شاء الله منطلع عليها وبعدين يكون لقاناً على برنامج إن شاء الله حتى نشرح المحاضرة وأي واحد عنده استفسار نقدر إن شاء الله نجاوبه طبعاً أعرفكم بنفسي أنا المهندس صدام عقيلي مدرب دولي محتمد في السوربان عضو الاتحاد الدولي للسوربان والرياضيات الذهنية وعضو نقابة المدربين العراقيين هذه دورتنا رقم 27 لإعداد مدربين الحساب الذهني في العراق إن شاء الله خلال هذه الفترة دربنا أكثر من 300 مدرب في العراق خلال هذه الدورات إن شاء الله راح نبدأ اليوم مقدمة تعريفية عن الحساب الذهني أو السوربان الياباني أو يعني مهما اختلفت التسميات يعني أنتم بسمعتوا هذه التسميات مثلاً مينت الماث أو إيمة سمارت مثلاً أو أس دي ماث أو أي تسمية أخرى مثلاً يوسي ماث كلها هي تسميات واحدة للسوربان الياباني لكن كل شخص مثلاً أو كل مؤسسة أطلقت اسم خاص بها حتى يكون لهم براند خاص بهم يعني بالكتب مالة ومعتى يحققون بحقوق نشر وتوزيع لكن كل هذه المسميات هي تقع تحت مسمى السوربان الياباني الكل يدرسون السوربان الياباني وقواعد السوربان الياباني دون اختلاف يعني مئة بالمئة يعني ما تختلف هذه القواعد إن شاء الله طبعاً وصلكم هذا الكتاب برنامج حصاد السوربان إن شاء الله مع المعداد الخاص بالحساب الذهني أو السوربان الياباني بالنسبة إلى تسجيل المحاضرات كل محاضرة يعني أنا أسجلها إن شاء الله وبعد المحاضرة إن شاء الله نسوي لها منتاج وراح تنزل أيضا على قناتنا على اليوتيوب وراح أدزلكم رابط تقدرون يعني أي واحد شخص ما يقدر يحضر المحاضرة لأي سبب كان يمكن أن يشاهدها يعني من خلال بعد ما تخلص المحاضرة كل المحاضرة راح تكون يعني مفهرسة وإنوانها الخاص بها في الدورة وتنزل يومكم إن شاء الله حتى تشاهدونها وما يضيع عليكم شيء إحنا راح الأسلوب المحاضرات مالتنا راح يتنوع يعني أنا دائما أحبا أدزل يعني المحاضرة على شكل روابط أشرح بها مثل ما شفتوا حتى يكون يعني المتدرب مهيئ لبرنامج زوم من يجي نشرح به وأي استفسار عنده أو أي سؤال عنده يقدر يطرحه أثناء المحاضرة الآن أنا يعني غالق الصوت تماما يعني ما أحد يقدر يفتح المايكروفون حتى يعني ما يصير صدق أو فقط إذا أحد عنده سؤال أكون إشارة اسمها الهاند رايز يقدر يفعلها حتى أنا أفتحها المايك وكذلك إن شاء الله في مرحلة قادمة راح أفتح المايكات للجميع إذا طرحنا الأسئلة اليوم دورتنا إن شاء الله المحاضرة الأولى حتكون يعني تعريفية في السوربان الياباني وما هو السوربان الياباني وكيف نشأ وما هي فوائد السوربان الياباني طبعا في البداية هو السوربان الياباني أو الحساب الذهني هو ليس برنامج خاص بالرياضيات يعني بل يعني مثل ما يقولون توظيف الرياضيات في تطوير القدرات العقلية للأطفال ليشبه على الأطفال لأن العقل والطفل يعني هو في مرحلة تطور ومن خلال الرياضيات يعني إحنا نطور هذه القدرات العقلية ونحرك الخلايا الدماغية ونحفز الجزء الأيمن من الدماغ حتى يتكامل مع الجزء الأيسر من الدماغ ويكون تطور واضح للطفل أعظكم هذه في صفحة ثلاثة يعني مقدمة تعريفية عن السوربان الياباني طبعا كلمة سوروبان مثلا هي تتكون من قسمين باليابانية سوروبان يعني سوروبان يعني معناتها العد وطاولس يعني الترجمة مالتها العد على الطاولة يعني مثلا هو يعني متطور من المعداد الصيني انتقل يعني بالقرن الرابع عشر من الصين يعني هو منبع في الصين إلى بعدين كوريا ثم إلى اليابان هذا اللي يعني موجود في المقدمة التعريفية عن السوربان وبعدين أيضا إحنا ذاكرين لكم نبذة تاريخية عن المعداد أو الأباكاس هما بالصين يسمونه أباكاس وابل يعني في اليابان يسمونه سوروبان وهنا عدكم في صفحة أربعة لاحظ هنا عدنا هذا السوانبان المعداد الصيني هو السوانبان يعني كانت خرستيا في الأعلى وتفصلت بياناتهم العارضة وخمس خرزات في الأسفل لكن اليابانيين إجوا منطوروا رفعوا خرزة من الأعلى وخرزة من الأسفل وصار هذا بالشكل اللي موجود عدكم إن شاء الله إحنا اليوم راح نشرح عن السوربان الياباني طبعا إحنا ما يهمنا المعداد الصيني لأن حقيقة هو ما يدرس فقط في الصين لكن المعداد الياباني هو يدرس في كل دول العالم إذن نتفق بين مهما اختلفت التسميات تبقى التسمية الواحدة هي السوربان الياباني اللي هذا موجود أمامكم فالكل يدرس السوربان الياباني ما اختلفت تسميات يعني مهما سمعتم من تسميات سواء يوسي ماس مثلا أو إيماس مات كلها مختصرات لبرنامج وضعوها مدربين وكونوا بهم البرانت الخاص بهم حتى يدرسونا لكن هي كلها من منبع السوربان الياباني ما تختلف عنه ولا واحد في المئة إن شاء الله نجي إلى يعني هذه أنا بالبداية أنت كمدرب حساب له لازم تكون عندك ثقافة عامة عن السوربان فتقرأ عليها يعني من فوائد الحساب الذهني اللي هو استخدامه في العمل يعني قبل السوربان الياباني أو هذا كان هو يعني آلة يعدون بيها مثلا مجموعة مثلا للنقود الموجودة مشون هسنا مثلا عندنا الكالكوليتر الكالكوليتر يعني هاي الحاسبة الزغيرة يعني اطورت بعديا فظلوا يحسبون يجمعون ويطرحون بيها لكن قبل يستخدم هذا في اليابان هو هذا الجهاز يستخدم في اليابان لإجراء المعاملات التجارية يعني حساب المعاملات التجارية يعني النقود مالتها لكن بعدين تطور هذا الأمر واستعانوا عنه من الآلة الحاسبة اللي موجودة حاليا عندنا لكن بعدين فيما بعد تطور وأصبح يعني من خلال اليابانيين بعد ما رفعوا خرزة مننا من الأعلى كانوا خرستين في الأعلى يسمونه أسوانبان يعني خرزة بعد وحدهنا وخرزة بعد بالأسفل هذا يسمونه أسوانبان المعداد الصيني يعني خرستين في الأعلى وهذه تفصل ببياناتهم العارضة وخمس خرزات بالأسفل فإجوا اليابانيين يسووا رفعوا ذل الخرستين فبقى عدي هذا خرزة وحده في الأعلى وأربع خرزات بالأسفل هس نجي نشوف شنو معنى هذه الخرزات وشن أقدر يعني أستخدمها في عمليات بالبداية كجمع وطرح أيضا عندك استخدام معداد في المدارس أيضا ومساعدة أصحاب العاقة البصرية يعني اللي ما يشوفون يعني شون يعني من خلال اللمس يقدرون يعني يحسبون بي تطوير قدرة التعامل مع الضغط اليومية وتحسين الثقة بالنفس يعني هي هاي كلها يعني فوائد السوربان الياباني نجي الآن للجزء الأهم في صفحة 8 هي مكونات المعداد أو السوربان الياباني هذا السوربان الياباني اللي أمامكم يتكون منين يتكون من الإطار الخارجي هذا هو الإطار الخارجي هذا الإطار الخارجي اللي يضم داخل الخرزات سواء سفلية أو الخرزات العلوية وبعدين من يتكون؟ يتكون من العارضة لاحظ هذه العارضة اللي موجودة هذه تفصل بين الخرزات العلوية والسفلية هذه العارضة جدا مهمة ليش لأن هي راح تعتبر المحور مالتي اللي أستخدمها في عمليات الجمع والطرح أو الضرب والقسمة فهي من تتنشط الخرزات إلى تكون قريبة من العارضة هو راح يقرأ عندي المعداد إذن عرفنا يتكون من الإطار الخارجي ويتكون من العارضة زين يتكون أيضا من مجموعة من الأعمدة يعني هذا عمود لاحظ هذا عمود وهذا عمود وهذا عمود إلى آخره، يعني هاي تسمى أعمدة تسمى أعمدة اللي يهمنا هو إحنا مو عدد الأعمدة بقدر ما يهمنا يعني القيمة الرياضية لكل عمود القيمة الرياضية لكل عمود هذا العمود يسمى عمود الآحات هذا العمود يسمى عمود الآحات العمود الأول هو عمود الآحات العمود الثاني هو عمود العشرات العمود الثالث هو عمود المئات العمود الرابع هو عمود الآلاف وهكذا هذا هو يتكون من مجموعة من الأعمدة عمود الآحات هذا العمود الأول والعمود الثاني عمود العشرات والعمود الثالث عمود المئات والعمود الرابع عمود الآلاف وهذا هنا راح يصير عندي عشرات الآلاف مئات الآلاف إلى آخره قد يسأل سائل يقول يعني أنا هسا هذا العمود عندكم متكون من 17 عمود أكو يتكون مثل 11 عمود أكو يتكون من 10 عمود إحنا ما تهمنا عدد الأعمدة بقدر ما تهمنا القيمة الرياضية لكل عمود اللي قلت هذا آحات عشرات مئات آلاف إلى آخره نجي إلى عمود الآحات هذا عمود الآحات هاي الخرزات شنو تعني عندي من ين يتكون يتكون من خرزات أحادية في عمود الآحات كل خرزة هنا عندي تساوي واحد هاي واحد وهاي واحد قيمتها واحد قيمتها واحد احنا هنا ندرس صور صور خرزات وبعدينا نحولها إلى أرقام هذه كل خرزة سفلية تساوي واحد الخرزة العلوية ببحة تساوي خمسة تساوي خمسة يعني هاي قيمتها الخرزة العلوية في عمود الآحات لحظ أنا أتكلم حاليا فقط على العمود الآحد هذه تساوي خمسة الخرزة ببcolتها الفوق وذن الخرزات كل وحدة تساوي واحد هذه تساوي واحد وهذه تساوي واحد وهذه أيضا تساوي واحد وهذه تساوي واحد إذن توصلنا إلى أن العمود الآحد يتكون من أربع خرزات سفلية كل وحدة تساوي لواحد وخرزة خماسية بالأعلى تساوي لخمسة إذن السورباني الياباني يتكون من أربع خرزات سفلية وخرزة واحدة علوية الخرزات السفلية كلها تساوي واحد والخرزة العلوية تساوي خمسة لاحظ هنا عندي في مكونات السوربان آحد عشرات مئات إلى آخري والصورة شكل رقم اثنين لاحظ بس بعولي إلى عمود الآحد آي الفوق تساوي خمسة وذن الأربعة الوحدة تساوي واحد إذن عندي تسع خرزات في عمود الآحد تسع خرزات في عمود الآحد ذن شون أوظفهم في عملية الجمع والطرح أنا أول ما شرحت قلت هذه العارضة اللي موجودة تفصل بين الخرزات العلوية والخرزات السفلية راح تكون هي محور العمل مالتي المهم ليش؟ لأن أي أس عند المعداد لاحظ جوه كلها مصفر الأعمدة كلها مصفر الأعمدة يقرأ صفر ليش؟ لأن كل خرزة علوية وكل خرزات السفلية ما أحد مقتربة إلى العارضة هاي حتى تقرأ عندي طبعاً أنتم من المعداد اللي موجود عندكم يعني ما يوقف بشكل قائم لا يعني تخلونا على الطاولة والخرزات العلوية ترفع فوق والخرزات السفلية يعني تتنزل جوه زين لاحظ شلون يقرأ المعداد؟ كل خرزة تقترب من العارضة راح يقرأ عندي الآن من رفعت خرزة باتجاه العارضة لاحظ المعداد جد يقرأ عندي هنا واحد فيسوى المعداد حول لي صورة الخرزة إلى رقم صورة الخرزة إلى رقم هذه ليست أرقام بالمعنى الحقيقي لكن هي صور هذه الخرزة تساوي واحد فهي صورتها واحد حتى بعدين هذه الصور استفاد منها حتى الطفل بعدين من يحسب حساب تخيل يشوف صور المعداد يعني كم خرزة مقتربة للعارضة بعدين يحولها إلى أرقام لاحظ لو أرفع خرزة ثانية لو أرفع خرزة ثانية الآن المعداد جد يقرأ عندي لاحظ جوه يقرأ عندي اثنين أي خرزة تقترب من العارضة رح يقرأ عندي اثنين إذا أرفع بعد خرزة إذن المعداد يقرأ ثلاثة أرفع بعد خرزة باتجاه العارضة المعداد يقرأ أربعة لاحظ أنا اتفقنا قلنا أي خرزة سواء علوية أو سفلية تقترب من العارضة رح يقرأ عندي المعداد لاحظ الخمسة نزلت باتجاه العارضة المعداد رح يقرأ خمسة زين زين هاي عندي خمسة هاي صورتها خمسة لاحظ مننا صعد خرزة أيضا باتجاه العارضة المعداد جد رح يقرأ عندي يقرأ عندي ستة أصعد بعد خرزة رح يقرأ عندي سبعة لأن هاي الفوق برحة تساوي خمسة هاي بوحتها تساوي خمسة خمسة أو five كيفك باللغة العربية تريد درسها باللغة الإنجليزية لاحظ لو أصعد ذن الخرستين هنا إذن المعداد يقرأ عندي تسعة إذن السوربان الياباني في عمود الآحد يتكون من رقم تسعة اللي هي خرزة خماسية في الأعلى وأربع خرزات في الأسفل هذا فيما يساوي عمود الآحد هنا خطوات القيام بالعمليات الحسابية تكون في صفحة عشرة إنه يعني إحنا ندرسها للطفل حتى ما يتأذى الظهر مالته وهي حتى هاي بلابحاث وجده بأنه يعني طريقة الجلوس الصحيحة للطفل أثناء العمليات لإجراء العمليات على المعداد بشكل قائم يساوي رقم على شكل أو باللغة الإنجليزية راح يكون مفيد ليعني ثبات ظهر الطفل لاحظ عندي طريقة مسك القلم أيضاً راح نرجع لها بعدياً لو نجي إلى صفحة رقم تمثيل الأعداد على السوربان في صفحة رقم 14 بذلني بعدين أرجع لهن لاحظ صفر المعداد الآن في الصورة الأولى على جهة اليسار يقرأ عندي صفر ليش يقرأ عندي صفر؟ لأن كل خرزة علوية وسفلية بعيدة عن هاي العارضة المعداد الآن مصفر عندي لاحظ الصورة الثانية تقرأ رقم واحد من أرفع خرزة يقرأ عندي المعداد واحد في عمود الآحات أرفع خرزة ثانية يقرأ عندي اثنين الآن المعداد حولنا صورة الخرزات إلى أرقام رقم ثلاثة لاحظ الآن المعداد يقرأ عندي ثلاثة أرفع خرزة بعد يقرأ عندي أربعة أنزل هذه الخرزات وأنزل خرزة خماسية لاحظ في السطر الأول أنا أتكلم فقط على سطر الأول يقرأ عندي خمسة أصعد بعد خرزة يقرأ عندي المعدات ستة سبعة يقرأ عندي ثمانية تسعة إذن في عمود الآحات عندي تسع خرزات في عمود الآحات عندي تسع خرزات لاحظ السطر الوراء لاحظ السطر الوراء يقرأ عندي عشرة إذا هذه الخرزات في عمود الآحات هذا عمود الآحات كل خرزة تقرأ واحد في عمود الآحات هذا عمود الآحات كل خرزة تقرأ عندي واحد إذا في عمود العشرات كل خرزة إيش قد تقرأ عندي تقرأ عندي عشرة تقرأ عندي عشرة في عمود العشرات إذن هاي عشرة وهاي عشرة وهاي عشرة حتى تثبت النظرية لاحظ راح أصفر المعداد وأصعد خرزة واحدة في عمود العشرات في عمود العشرات لاحظ شلون نحول الصورة مالتها هنا المعداد قرى الصورة مال информة الخرزة الموجودة بالعشرات واحد قال لي هاي واحد عندك بالخرزة إجي إلى عمود الآحد اللي قام صفر فخلى صفر إذا نتحول إلى عشرة وما تحول إلى عشرة ثبتنا بأن العمود الثاني هو عمود العشرات تمام؟ زين لاحظ إذا أصعد بعد خرزة ثانية ناعد اثنين بالعشرات ويمه هنا العمود بالآحات مصفر شقد يقرأ عند الآن؟ عشرين زين أصعد بعد خرزة يقرأ عند ثلاثين أصعد خرزة يقرأ أربعين زين إذا كانت هذه في الآحات تساوي خمسة فهذه في العشرات شقد تساوي خمسين لاحظش لون راح هنزلها وشقد تقرأ عند المعداد خمسة وهنا عندي في الآحات صفر راح يقرأ عندي خمسين فنحن يعني يعتمد هو على تحويل الصور إلى أرقام تحويل الصور إلى أرقام لاحظ من أصعد خرزة واحدة في أخرى في العشرات قد يقرأ عندي ستين سبعين ثمانين تسعين إذن كل خرزة سفلية تساوي واحد في عمود الآحات تساوي عشرة في عمود العشرات وعمود المئات من يقل إش قد تساوي راح أفتح المايكروفون هذا العمود كل خرزة تساوي العمود الثالث ما العمود المئات هاي الخرز مية مية ممتاز يعني زين هاي الخرزة الفوق ايش قد تساوي في عمود المئات خمسمية ممتاز زين هاي في عمود الآلاف كل خرزة قد تساوي ألف ممتاز وهاي الفوق خمس تالاف ممتاز أحسنتم لاحظ حتى يثبت النظرية مالكي راح أرفع خرزة في عمود الآلاف لاحظ عمود المئات مصفر عمود العشرات مصفر وعمود الآحات مصفر زين إذا كان عندي مثال رفعت خرزة إحنا شنو عدنا بالمعداد نحول الصور إلى أرقام لاحظ الآن إيش قد يقرأ عند المعداد فعندي خرزة واحدة في الآحد وخرزة واحدة في العشرات فكل وحدة أكتب قدامها جواها واحد إذن إيش قد الآن عندي يقرأ دعش الآن المعداد يقرأ عندي دعش لأن هذا واحد في العشرات واحد في الآحد لاحظ يقرأ عندي دعش زين إذا أرفع خرزة بعد في عمود الآحات إحنا قد يقرأ عندي 12 لأن هاي آحات كل خرزة تساوي واحد وهاي كل خرزة تساوي عشرة يعني هس أنا هذن الموجودات عندي 12 لاحظ زين أرفع بعد خرزة يقرأ عندي 13 أرفع بعد خرزة يقرأ عندي 14 أنزل خرزة من فوق بالعمود الآحات يقرأ عندي 19 زين لاحظ السطر الثاني لتمثيل الأعداد على السوربان في صفحة 14 لاحظ 10 12 12 13 14 16 17 18 19 زين الآن راح أصفر المعداد في عمود الآحاد وصحة خرزة بعد في عمود العشرات لاحظ في السطر الثالث يقرأ عندي المعداد 20 21 21 22 23 24 25 نحن نقرأ صور ونحولها إلى أرقام هاي بيش تفيدني هو الصور تفيدني بعدين الطفل من يحسب بالحساب تخيلي يعني أنتم شوفون الأطفال يحركون بيدهم يعني شوفون الأطفال من يرد له مثل المدرب في مسابقات وهي هاي الحركة بيد هاي شو المعناته هاي معناته قاعد يساعد وينزل خرزات طبقا للعملية الحسابية اللي يمطيها إلى المدرب هاي الحركة إن شاء الله هسا راح أرجع لهم وشلون نسوي عمليات الجمع واضطرح على المعداد وكيفية استخدام الأصابع أيضا في تحريك الخرزة لاحظ نرجع إلى المعداد مالتنا السطر اللي وراء السطر الرابع لاحظ 30 30 هنا 3 وهنا 0 إذن 30 40 هنا 4 وهنا 0 إذن 40 اللي جواها لاحظ 50 60 70 80 90 100 إذن أنا شنو عندي على المعداد شنو عندي على المعداد أنزل الصورة الصورة هاي مثلا عندي هنا 2% أكتب جواها 2% هنا عندي مصفر في عمود العشرات وهنا عندي صفر في عمود الآحد أنا هسا شراح أسوي هذا الجزء اللي موجود عندي راح أظل له وأريد يعني واحد راح أسوي خرزات على المعداد وأريد واحد يقرالي الخرزات يقرالي الرقم اللي راح أمثلنه على المعداد هسا شقد يقرأ عند المعداد 52 لا هاي خمسة هاي خمسة خمسة وعشرين نعم خمسة وعشرين خمسة وعشرين هاي خمسين في عمود في عمود العشرات هاي خمسين تساوي خمسين وقلنا هاي بالآحات تساوي خمسة فهاي بالعشرات تساوي خمسين زي زي الآن إيش قد يقرأ عندي إيش قد يقرأ عندي الآن 34 35 لا هاي الخمسة 39 39 39 نعم ممتاز إذن أنا المفهوم العام يعني هو بالشربان إحنا نحول صورة الخرزات إلى أرقام صورة الخرزات إلى أرقام الآن المعداد يقرأ عندي 51 51 ممتاز الآن المعداد قد يقرأ عندي باوعوا للخرزات لا تباوعوا للرقام الجو 132 ممتاز 132 دائما إحنا نباوع إلى الخرزات اللي موجودة بأكبر عمود أنا قلت ما يهمني عدد العمد اللي متكون من هالمعداد بيهمني يعني القيمة الرياضية لكل عمود فأنت هنا شنو عندك عندك واحد بالمئات تخلي جواها واحد ناش قد عندك بالعشرات عندك ثلاثة تخلي جواها ثلاثة نا عندي شقيد ثنيا تخلي جواها ثنيا إذن 132 132 132 نزيد ناخذ أيضا أمثلة أخرى إحنا حتى نتعرف على قراءة المعداد وبعدين ناخذ شوان نجمع ونطرح على السوربان مزيد ماذا الرقم 252 ممتاز 252 مزيد هذا 392 نعم 392 لاحظ شنو عندك خرزات هنا تلافق 300 يعني في عمود وهكذا في الآحد نعم مثيم في الآحد وتسعة في الآحد هذا فيما يخص يعني لاحظ هنا تمثيل أيضا الأعداد على السوربان في صفحة 15 لاحظ 300 400 500 يعني الخرزات فقط المفعلة اللي قريبة على العارضة هي راح تقرأ عندي لاحظ 600 700 800 900 اللي وراء 134 345 111 هاي تابعوها نصطر الثاني في صفحة 15 124 126 928 507 507 السطر الوراء لاحظ 11 2001 شوف 2001 شلون بسويهم 2001 لين هاي صفر وهاي صفر أنا قلت أي خرزة تقترب من العارضة سواء علوية أو سفلية راح يقرأ عند المعداد الآن 2001 لاحظ آخر سطر هذا السطر اللي يمخليه يعني يقرأ عنده هنا مليون وميتين ألف ميتين وسبعة ألف وخمسمية وأربعة وستين يعني حسب قراءة المعداد شنو عندك خرزات موجودة في الأعمدة تنزلهم حتى يعني تقرأ المعداد هنا عندي هذا يعني التمرين أريدكم تحلونه تمرين في صفحة 16 هنا عندي 12 لاحظ أول وحدة 12 هنا لون فقط الخرزات المفعلة الخرزات المفعلة لاحظ هنا عندي 12 فش مسوي لاحظ ملون خرزتين في الأحاد مفعلة قريبة على العارض لأنها تمثل قراءة المعداد 12 وخرزة واحدة في العشرات هنا 30 30 عنده بالآحات صفر وعنده بالعشرات تلونون هاي الخرزة وهاي الخرزة وهاي الخرزة هسه الآن يقرأ عنده 30 ملزين هنا يقرأ عنده 3 فألون فقط بالآحات 3 خرزات هاي وهاي وهاي خرزات مفعلة هنا 84 لاحظ بالآحات ألون 4 خرزات مفعلة وفي العشرات هنا عدي 8 هاي 5 50 يعني وهاي وياها 10 و10 و10 زين هاي 60 ألون هاي الخرزة 50 وهاي 10 هنا عندي صفر في عمود الآحات تحلو أن الباقيات هنا الـ 15 الباقيات تحلو هنا الآن هذا إحنا كبداية لازم نعرف المعداد المين يتكون ولازم نعرف موقع كل الخرزات حتى في كتب الأطفال دائما نحن بدي بالبداية نعرفهم على المعداد حتى بعديا من ناخذ جمع وطرح يعرف قيمة هاي كل خرزة يساوي ويعرف شلون يحرك الخرزات حتى يكون يعني يجمع ويطرح بصورة جيدة طبقا للعمليات الرياضية اللي تنطي فما يصير نحن ننطي عمليات شون مثل عمليات جمع وطرح المعداد وما نحرف موقع الخرزات وماذا تعني هذه الخرزة لاحظ مثلا عندي هنا 96 وهي وهي تلون 1 5 2 9 لأن كل المفاعلات وهنا هاي مفاعل 5 وهي 1 6 1 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 13 15 10 لاحظ نرجع الى صفحة 11 كيفية مسك الخلم يعني لازم يعني هي جميع الامور اللي يعني المقدمات التعريفية بالسوربان وموقع الخرزات وبعدي قبل لا اجمع لازم هي الامر يعني شلون امسك القلم وشلون اوظف الاصابع لاحظ في صفحة 11 طريقة مسك القلم يعني نحن ليش نشدد على طريقة مسك القلم لأن نحن بالسوربان نحتاج الى السرعة فاذا انا مثلا احل المسألة واجي اكتبها عندي بالدفتر فهذا توقيت يعني المسابقات كل توقيت تحتاج مني فانا اذا اخلي القلم مالكي وارجع ادور عليه راح يضيع الوقت مالكي ذلك احنا لازم نوظف الاصابع ومع طريقة مسك القلم حتى القلم مالكي ما يطيح من ايدنا رأيسا نكتب الناتج لاحظ طريقة مسك القلم تعلمون هل الاطفال هذه الطريقة يعني انا امسك القلم بهذه الطريقة بالمقبض مالكي ودائما الجهة المدببة تكون بعيدة عن العين يعني ما يصير هي تهيت الجهة المدببة يعني طريقة مسك القلم حتى الطفل ما يعور عين طبعا هذه الملاحظات تطونها الاطفال في اول حصة تدريبية اذا ناخذ قبضة اليد ونفتح هاي هاي الفتح عندي الابهام والسبابة والميدل هذا الاصبع الاوسط هذه الطريقة بعض يعني طرق السوربان يستخدمون فقط هذه الطريقة الابهام مسبابة الابهام مسبابة وبعض مثلا جماعة يوسي مانس يستخدمون ذن تلث الاصابع يفتحون هكذا يعني هس كيفية مسك القلم بعدين ليش نعرف هاي الطريقة ليش احنا نمسك القلم بها بهذه الطريقة هذا الابهام يستخدمونه في عملية الجمع في الخرزات الخماسية يعني مثلا يريد يصعد خرزة يستخدم هذا الابهام يصعد الخرزات الاربع تجول هذا السباب يستخدم في عملية الطرح ينزل الخرزات هذا يستخدم في جمع والطرح للخرزة الخماسية لأن يصير قريب عليها لاحظ هنا عندي طريقة تمسك وتصفير المعداد انا تزيل لكم فيديو لاحظ نخلي على الطاولة بهذه الوضعية وضع يعني افقي نخلي نخلي بهذه الوضعية راح كل الخرزات تنزل لجوه كل الخرزات سواء علوية او سفلية العلوية تنزل باتجاه العارضة والسفلية تنزل الى الاسفل الصورة الثانية ارجع المعداد على الرحلة مالتي بهذه الطريقة وبعدين استخدم هذا الاصبع لاحظ السبابة واجر المعداد فقط على الخرزات الخماسية حتى ترجع المكان هذه الطريقة نستخدمها بعد كل عملية حسابية حتى نصفر بها المعداد ونبدي عملية ثانية حتى ما تتخربط عند الخرزات وتأثر عليها في المعادلة القادمة تنزل تلكم مقطع فيديو شلون نحن نصفر المعداد ان شاء الله ارجونا نشوفونا واحد من الروابط الآن صفحة 17 عدنا الجمع والطرح البسيطة ليش سميت الجمع والطرح البسيطة لأن نحن بالصربان عندنا جمع وطرح البسيط وعندنا جمع وطرح مركب اللي هو small friend والbig friend يعني أصدقاء الرقم خمسة وأصدقاء الرقم عشر أيضا السالبة والمجابة لكن نحن هس عندنا الجمع والطرح البسيطة اللي هو بدون قواعد فقط يعني نحرك الخرصات طبقة للعملية الحسابية اللي موجودة نرجع للمعداد مالتي الجمع والطرح البسيط الجمع والطرح البسيط الجمع والطرح البسيط أنا قلت كل خرزة تقترب من العارضة رح تقرأ عندي لاحظ رح أكتب معادلة طبعا معادلات السوربان تكون بصورة عمودية تكون بصورة عمودية لو كان عندي مثلا هنا 1 زائد 1 معادلات السوربان تكون بصورة عمودية يعني مو مثل المعاجلات اللي احنا اتعودنا عليها لا يعني اللي تكون بصورة وفقية لا معادلات السوربان تكون بصورة عمودية لا هنا عند الجمع والطرح البسيط 1 أصاعد 1 من عمود الأحد لان انا قاعد اشتغل في عمود لاحد ما عدي عشرات انا عدي عدد انتكون مرة اطمئن لا بعدين اباوع هل هاي الاشارة عندي هل هي جمع او طرح جمع فيريد مني واحد عندي بعد واحد انتهت المعادلة عندي نعم انتهت المعادلة عندي اذا الناتج هو اثنين الناتج اثنين انا ابدي بيها معادلات بسيطة حتى نتدرج بيها نصفر المعدات بعد كل عملية لازم نصفر المعدات لاحظ السؤال الثاني اثنين زائد واحد لاحظ هنا عندي اثنين زائد واحد احنا ننتبه الى هذي رقم اثنين احنا بالسوربان نتعامل مع صور نتعامل مع صور ما نتعامل مع ارقام نتعامل مع صور ليش لان احنا نريد نعزز الذاكرة الصورية عند الطفل فمن قال لاثنين شفت اثنين عندي بالمعادلة ما اصعد واحد هيت شي واصعد واحد النوبة لا هاي صورتها اثنين فلازم اصعد اثنين مباشرة هاي اثنين هاي اثنين تمام ما اصعد واحد وانه بصعد واحد لا راد مني اثنين اذا هاي صورتها اثنين حتى نعزز الذاكرة الصورية عنده الطفل ليش نعزز الذاكرة الصورية عنده الطفل حتى بعدين نحتاجها بالمينتو الماث بالحساب التخيل اللي هو بدون معداد يستخدم الطفل العمليات بدون معداد اذا اثنين اصعد اثنين نلاحظ العملية الوراهش قد عندي زائد واحد فننتبه للإشارة واحد أصعد بعد واحد عندي بعد أستمر ما عندي إذن الناتج يساوي ثلاثة الناتج يساوي ثلاثة إذا قال لي مثلاً أربعة أصعد أربعة مباشرة هاي صورتها أربعة ثلاثة هاي صورتها ثلاثة زيان بعملية الجمع شاستخدم؟ أستخدم الإبهام لاحظ أستخدم الإبهام اللي هو هذا واحد اثنياً لاحظ أنا أسا ماسكي القلم مالتي وعند المعدات وأفتح الإبهام مسبابة اثنياً زائد اثنياً لاحظ هذا الإبهام أستخدمه في عملية الجمع بالنسبة للخرزات الأربعة أستخدم هذا الأصبع هاي صورتها أنا بعدني بالخرزات الأربعة قاعد أشتغل فدائماً عندي في عملية الجمع أستخدم هذا الإبهام والقلم ماسكي بإيدي ما يطيح القلم وأكتب النتيجة لاحظ شون أكتب النتيجة القلم ما يطيح هذه العملية زيان أقدر أستخدم هذه الإيدي نعم إذا عندي عشرات مثل الأطفال بعدين في المستوى الثاني أو الثالث يكونوا الأطفال سريعين فعتهم عشرات ومئات فأنا من أستخدم هذا بالعشرات يصير عندي شوي بطئ فأستخدم الإيدي اثنين هم لاحظ نفس الطريقة لكن أستخدم الإيدي اثنين نرجع إلى السوربان مانا في عملية الجمع وناخذ معادلة متكونة من ثلاث طوابق السوربان مثل العمر سنخذت لكم طابقين راح نرجع ناخذ ثلاث طوابق مثلا اثنيا زائد اثنيا ناقص واحد لاحظ هذه معادلة متكون من ثلاثة أعمدة ثلاث طوابق العفو ثلاث طوابق هذه المعادلة دائما نحن بالسوربان من نحل يقول اثنيا زائد اثنيا ما نقول يساوي أربعة لا نشوف من تخلص من تخلص العمليات الحسابية الموجودة عندي بالمعادلة لط النتيجة الآن اثنيا يريد مني اثنيا هاي اثنين اصعد اثنيا مباشرة محنا قلنا نقرأ ذاكرة صورية زائد اثنيا هاي بعد يريد مني اثنيا ناقص اثنيا الآن يريد عندي ناقص اثنيا بالناقص شنسوي نبعد الرقم المطلوب انا قصلنا عن الجهة العارضة ارجع المكانة زيان ناقص اثنيا يريد مني ناقص اثنيا فاجي الصورة اثنيا اللي موجودة عندي هذني وابعدهم على العارضة اسحبهم على العارضة نقص اثنيا الناقص اذن يبتعد عن العارضة والزائد يقترب من العارضة لكن انا اباوع شنو عندي هنا واطبق عندي لو عدي عشر طوابق ما لي علاقة ما اقول المثل اثنيا زاد اثنيا يساوي اربعة ناقص اثنيا يساوي اثنيا لا ما كنت شيء انا اقوم بالعمليات الحسابية اللي موجودة عندي ومن تخلص عندي المعادلة يلا امطي النتيجة شنو منطيني هو اسوين وبعديا لاحظ في عملية الطرح في عملية الطرح انا ماسكي القلم ما لدي قال لاثنيا زائد اثنيا ناقص اثنيا الان استخدم السبابة في عملية الطرح اناقص اثنيا اناقص اثنيا اذن هذا للجمع وهذا للطرح ودائما ايضا السبابة نلجع ندخل رقم خمسة في المعادلات هذا هنسى حاليا ينسى من الجمع وطرح بسيط بدون قواعد لاحظ الان عندي شنو عندي خمسة زائد واحد زائد اثنيا ناقص ستة نجي الى هذه العملية لو عندي لو عندي هسا 100 طابق ما لعلاقة انا راح اطبق القواعد الموجودة عندي اش يريد هو هسان اسوي له وبعد نطي النتيجة اذا قال لي خمسة وين الخمسة احنا اتفقنا خمسة هاي خمسة موجودة عندي وقلنا هاي خمسة وقلنا اي شيء يقترب من العارضة راح يقرأ عندي خمسة زائد واحد يريد من الان زائد واحد وين الواحد هذا موجود هنا في عمود الاحات زائد اثنيا يريد من الان زائد اثنيا وين الثنيا هاي صورتها ثنيا لاحظ هاي اثنيا عندي فاصعد اثنيا مباشرة ما صعد واحد لا قبل اثنيا ناقص خمسة انا قلت عملية الناقص شنوه ابعد الرقم عن العارضة وين الخمسة يريد مطلوب انا نقصها هاي الخمسة زيان في عملية الطرح شنو ابعدها عن العارضة اذن الناتج الناتج النهائي اباو عن الناتج النهائي ايش قد بقى عندي يقرأ هنا قريب على العارضة ثلاثة الآن بقى عندي يقرأ المعداد ثلاثة لاحظ اذن الناتج مالتي يساوي ثلاثة واكتب جو المعادلة يساوي ثلاثة نرجع الى عملية يعني الجمع فقلت الجمع استخدم السبابة طبعا هذي الحركة محتمدة بالسربان لكن احنا نطيها لأطفال بعقل أطفال يعني يتحاشى او يكون علي صعوبة هذا الآن يتركوا وما لكم علاقة خلوا شنوه يريحه هو يشتغل بي بس لكن هذه الحركة هي معتمدة وكل يعني الأطفال يستخدمون هليش لأن هذه الأصابحية مرتبطة بالدماغ يعني مباشرة تنسوا ماتش يعني بين الدماغ وبين الإيد تمام نسي لاحظ هنا عندي في صفحة 18 لاحظ عندي الآن النشاط هذا عندي أريدكم تحلون ويا في صفحة 18 نحل المعادلة الأولى هس راح ندخل عشرات المعادلة الأولى الجمع والطرح شي تقول هنا عندي تقول عندي عشرة زائد واحد زائد واحد طبعا الآن هو ممنوع أن تحلون بدون سوربان يعني أنت كمدرب حساب حتى تدقن القواعد لو واحد زائد واحد لازم تحلها بالسوربان تستخدم أصابعك يعني الصحيحة حتى نضبط القواعد لأننا شوية شوية ما نتقدم يعني تتعقل عندنا القواعد ونأخذ جمع وطرح مركب حتى الأطفال يعني إذا ما يشتغل بعيدة صعبة يعني أنت مو تشوف الآن العمليات سهلة ونقول ما أستخدم المعداد لا ترى السر يكمن هو في استخدامك للمعداد حتى بعديا إن شاء الله يعني تحسب حساب تخيولي بسرعة وبسهولة يعني أنت حاليا ما مطلب منك الحساب التخيل أنا أتكلم عن الأطفال زيان عشرة وين عشرة أنا قلت عشرة هاي عشرة تساوي تمام هاي عشرة في عمود العشرات تساوي عشرة زيان زائد واحد الواحد وين هذا في عمود الآحد زائد واحد في عمود الآحد إذن النتج يساوي 12 حولت صورة هاي الخرزات إلى أرقام قلت هناش قد عندي بالآحد اثنيا نزل جواها اثنيا قد عندي بالعشرات واحد وانزل جواها واحد وقرأ هذا الرقم اللي هو يساوي لي 12 زيان هريدكم تحلولي يعني باقي الحد خمسة مثلا الحد النقطة خمسة من السطر الهول حاول تجربون حالها بالمعداد صفحة 17 هنا زاعد واحد بالصورة الأولى بشكل الأول زاعد واحد مساعد واحد زاعد اثنيا مساعد خرز ستين زاعد ثلاثة مساعد ثلاث خرز زاعد أربعة مساعد أربعة خرز لاحظ هنا أيضا ملاحظة جدا مهمة من أقولا مثلا سبعة سبعة أصعد سبعة مرة وحدة في هذه طريقة السيزر أو المقص يعني نحن قلنا نعتمد على السرعة لو كان عندي سبعة سبعة زاعد اثنية ناقص ستة لاحظ عندي سبعة من نقول سبعة هاي صورتها سبعة هاي صورتها سبعة ما أنزل خمسة وبعدين اثنية لا سبعة هاي صورتها سبعة لذلك شلون راي تكون السبعة عندي من نحركها بالمعداد هاي يعني طقة وحدة سبعة يعني خرزها الخماسية ويخرستين هاي سبعة صورتها سبعة سبعة او ثمانية هاي صورتها سبعة اذا اراد من ثمانية قبل سأنزل الخمسة في السبابة وثلاث خرزات بالإبهام مباشرة يعني السربان يعتمد على السرعة وهكذا في عملية تطرح نفس الشي أيضا هاي ستة ناقص ستة أيضا أستخدم هذه العملية أو عملية السيزر المقص هاي ناقص ستة سبعة ناقص سبعة مزيلا لو كان عندنا مثلا ثمانية ناقص ستة بعض الأطفال شي سوي حسبالها بس يا هاي الستة هاي صورتها الستة ويتجلب بها هاي خمسة وهاي واحد تساوي ستة لا هاي ما طول تساوي خمسة إذن لازم واحد وياها منها حتى تساوي ستة فناما ناقص ستة نزلها أصاعد هاي الخمسة ونزل الواحد الموجود هنا لاحظ أستعدي آني ثمانية ناقص ستة شلو راح تكون نزل الخمسة منها أصاعدها حتى أطرحها وأطرح هذا الواحد آخر شي لأن واحد وخمسة يساوي ستة هاي إذن ملاحظة يعني أريدكم إن شاء الله من تخلص المحاضرة لاحظ هنا هذا الشي اللي تكلمت عليه مثلا شوف في آخر صف آخر سطر من صفحة سبعة تعاش لاحظ هنا عندي تسعة ناقص اثنين هاي تسعة ناقص اثنين شلون مستخدم الإبهام والسبابة تسعة ناقص اثمانية مباشرة مرة واحدة تسعة ناقص ستة وهكذا نجي إلى الحساب التخيلي الحساب التخيلي أو المين أنا منعلمت الطفل حاليا أنتو مشتغلتوا على المهداد مثلا وعرفت موقع الخرزات الآن تقدر يعني تصور المهداد لأن إحنا نريد نعزز الذاكرة الصورية للطفل الطفل مدائما أنا أخلي يشتغل على المعداد لا يعني دائما الدمارين تتنوع بين العمل على المعداد والعمل التخيلي يعني هردل بدون يعني معداد الآن لو كنا مثلا نتخيل مثلا أريدكم تحسبون ويا يعني دائما أنا أقول لأطفال المحاضرة الأولى أنت غمض عيونك وتخيل المعداد هذا الصوربان الموجود أمامك تخيله وطبق طبقا للعمليات الحسابية اللي موجودة ثنيا زايد ثنيا زايد ثنيا بدون معداد فقط نتخيل الخرزات نعم هو هذا ستمي الأطفال من تشوف وين يسوي أي شي يعني من يردون العمليات والمسابقات وهذه الحركة هذه الحركة ما ليدان اللي شرعت عليها هي حركة الأصابع يساعد وينزل الخرزات طبقا للعملية الحسابية اللي يمطيها لكن الطفل يكون سريع هذا يعني الآلاف العمليات يعني مو حسبا لكم طفل توا بالمستوى الأول أو هاي لا الثربان مستويات إن شاء الله يأخذها بالمحاضرة القادمة والطفل هذا تقريبا سنة من التدريب يلا وصل لهذه المرحلة يعني فقط نحن في المستوى الأول اللي هو يسمى الجمع الطرح البسيط واصدقاء الرقم خمسة سالب ومجبه نحل آلاف هذه يعني مو فض سهلة يعني الأمور لا يعني دائما أنا أقول يعني أنت كمدرب حساب ذهني تقع على 30 بالمئة ثان بالصاب 70 بالمئة تعتمد على تدريبات المنزلية للطفل لأن كتبهم زاخرة بالتمارين دائما طفل عبطري في الحساب الذهني وراه أم مثابرة يعني تردله والتابعة ويحلون معادلات على المعداد وحساب تخيلي إلى أن يوصل إلى هذه المرحلة زين أريد الكل يحسب وياي حساب تخيلي بدون استخدام المعداد إذن طريقة الحساب التخيلي هي تتخيل المعداد هذا السربان اللي أمامك تتخيله يعني تخليه بذهنك وحتى لو تغمض عيونك طبعا هو ما مطلوب منكم بس أنا بيينكم الطريقة أنت كمدرب يعني ما مطلوب منك تحسب حساب تخيلي الآن صعب شوية لكن الأطفال لا الطفل بعد عقله يعني في يعني نمو هم وليش خلوا السربان من عمر أربع سنوات إلى 15 سنة يعني الطفل في هذه المرحلة عقله في تطور فتقدر أنت يعني تحرك الخلايا الدماغية من خلال استخدام السربان مثل ما قلت بالبداية السربان هو ليس برنامج الرياضيات بل يتم توظيف الرياضيات في تكوير القدرات العقلية لدى الأطفال الآن نحسب حساب تخيلي 2 زائد 1 ناقص 3 زائد 5 زائد 1 ناتج 6 ممتاز هذا هو معنى الحساب التخيلي الآن ناخذ 10 لاحظ من قلت 10 صعيد خرصة بالعشرات الآن المعداد انت مغمض وقدامك المعداد حاليا قدامك المعداد ما 10 زائد 2 زائد 2 الناتج 14 ممتاز ممتاز يعني نصفر المعداد في كل مرة 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 الناتج 0 لدى الطفل بشكل كبير جدا جدا اليوم اليوم كانت يعني أنا ما رد أخذ من وقت أكثر من ساعة ساعة واحدة هي كافية كافية جدا في شرق آسيا أو اليابان يعني يدرسون هذا في مراحل مبكرة يعني هم معتهم التعليم يبدأ في سن 3 سنوات الأطفال وأربع سنوات نحن لا في سن يعني 6 سنوات يبدئ أو 7 سنوات متأخرين جدا يعني الطفل يعني متأخر في التعليم حقيقة وحتى مناهجنا الموجودة اللي هي حاليا هي يعني غير مواكبة للتطور العقلي للطفل يعني حقيقة يعني طفل يعني السبعينات أو الستينات مو مثل طفل هسه اللي يعني موالد 2016 أو 2014 أو 2015 العقل البشري في تطور فالمفوض يعني دائما المناهج يعني تكون متطورة مواكبة لهذا التطور يعني الآن في دول أوروبا مثلا أو حتى المناهج الأوروبية يبدوا يدخلونهم حتى البرمجة يدرسونها للأطفال يعني لغة بايثون وغيرها في المرحلة الابتدائية خامس أو سادس أو رابع الابتدائي يدرسون الآن برمجة لأطفال يعني غير مهتمين للدرجة اللي أخذها الطفل في المرحلة الابتدائية كل دول العالم بس هنا الطفل إذا ما أخذ عشرة الله كتبها عني هذا الشي خطأ حقيقة يعني دائما يهدفون بهذا الأمر إلى تطوير القدرات العقلية للطفل أنا ما أزرع يعني الخوف عند الطفل في هذه المرحلة وأسبب عنده أرباك بذلك لأن المناهج حقيقة لازم تطور بتجاه تطور العقل البشري إن شاء الله في المحاضرة القادمة يعني في صفحة 20 شون نحسب بالأصابع وأيضا يعني الحساب الذهني أو التقيق راح نتوسع به إن شاء الله في المحاضرة القادمة عدكم يعني أنتم هاي الكودات اللي موجودة بالكتاب مثل هنا تمثيل الأعداد على السوربان هذا الكود الموجود في الأعلى هذا الكود هو أنا محاضرة أشرح بيها فيديوية يعني من تأخذ يعني تضرب الكود بالهاتف موجود وقارئ الباركود راح يحولك على محاضرة أشرح بيها تمثيل الأعداد على السوربان تمثيل الأعداد على السوربان وعدكم أيضا في صفحة 9 نخلي لكم يعني رابط تحميل تطبيق السوربان على الهاتف هذا الكود الفوق في صفحة 9 هذا الكود هو تطبيق للمعداد يعني المعداد اللي موجود عندك هذا يعني أنت ما تحتاجه إذا تجيب التطبيق هذا الموجود يعني يحول تحمل تطبيق السوربان على هاتفك يصير معداد يعني الشاشة ما للتلفون ما تقصير سوربان وأيضا الباركود الثاني كيفية استخدام هذا التطبيق شون تستخدمه أيضا مخلي لكم أشرح بي عولة كيفية استخدام تطبيق السوربان طبعا هذا فقط للأندرويد اللي عندهم تلفون ما يعني يشتغل في الآيفون مثلا أو شركة أبل اللي موجود النظام مالهم وأندرويد فيكتب يعني سوربان كيتز أو سوربان فهو يأكو تطبيقات لكن هي نفس مبدأ العمل أكو سؤال إن شاء الله هذه المحاضرة يعني فهي نصف ساعة بس أحملها على اليوتيوب راح تنزل أيضا في على المجموعة وتقدرون اشاهدونها في أي وقت في حال أنت يعني درست وعندك أي سؤال تقدر يعني تراسلني على الرقم اللي فاتح به المجموعة أنا واللي أدس به روابط وأنا أجاوبك إن شاء الله في أي وقت يعني من اليوم إن شاء الله شكرا جزيلا لحظوركم وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة تصبحون على خير في عمالي ترجمة نانسي قنقر